عقب أيام من اللقاءات المكثفة بقادة العملية السياسية في العراق رئيس الجمهورية جلال الطلباني يصدر بيانا من ثمان نقاط تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية وتوحيد الصف العراقي والنقاط هي دعوة الخصوم السياسيين إلى أولا وقف الحملات الإعلامية المتبادلة ونفذ الخطاب المتشنج واعتماد التحاور البناء الرامي إلى إيجاد وتعزيز المشتركات وليس إلى توسيع وتعميق الخلافات ثانيا اعتماد الدستور كمرجعية يحتكم إليها واحترام بنهده والالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها حكومة الشراكة الحالية ومنها اتفاقية أربيل لعام 2010 ثالثا الالتزام والتقيد بالمبدأ الأساس الذي تقوم عليه الحكومة الحالية وهو مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة السلطة وفي تحمل المسؤولية رابعا الحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية بوصفها ركنا أساسيا من أركان الديمقراطية وتوفير كل المستلزمات الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014 خامسا إحالة القضايا المتعلقة بتحديد دورات خدمة كبار المسؤولين في الدولة إلى مجلس النواب للنظر في المقترحات بشأنها ضمن إطار الدستور سادسا التمسك الثابت بمبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء والإسراء في إقرار قانون المحكمة الاتحادية سابعا دعم وتعزيز جميع المؤسسات التي يكفل استقلالها تنمية وتطوير الديمقراطية ثامنا إكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور وإقرار القوانين والتشريعات الأساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز محاولة أخيرة من قبل رئيس الجمهورية لجميع الأطراف السياسية الاعتبار أن الأزمة وصلت مداياتها المتصاعدة وبالتالي هذه فرصة أخيرة لجميع الأطراف السياسية من أجل الدخول على أقل تقدير في حوار يلتزم الدستور ويلتزم الاتفاقات النقاط التي لا تبدو من أول قراءة بعيدة عن بيانات سابقة ومحاولات سياسية لاحتواء أزمات مماثلة كما أنها بنظر الكثيرين ليست موضع خلاف لكن آخرين يضربون مثلا الشيطان يكمن في التفاصيل فما خلف الأبواب المغلقة هو ما جعل اتفاقات سابقة عصية التنفيذ حتى اللحظة كما جرى في اتفاقية أربيل التي ظلت مثار سؤال الكثيرين عن فحواها مشكلة من ينفذ هذه المقترحات القوى المتنفذة في السلطة لا تنفذ ولا تسمع كثير من المقترحات طرحت على الساحة السياسية منها عقد المؤتمر الوطني العراقي الشامل الذي لا يستثني أحدا ونرى أن هذا المؤتمر اختزل بالقوى المتنفذة فقط المواطن مصاب بالإحباط وعدم الثقة لأن كثرة التصريحات وعدم التنفيذ أحدث عند المواطن عدم ثقة إذا أردنا أن نعيد الثقة للمواطن بالوضع السياسي القائم فعلى القوى التي تستطيع أن تتخذ القرار بالتنفيذ أن تسرع بالتنفيذ ليس فقط إطلاق الوعود أما التساؤلات عما بعد البيان فكان في مقدمتها من سيلتزم به ومن لا وكم من الوقت سيلتزم به هذا في الحالة التفاؤلية لكن البعض يميل إلى التشاؤم خصوصا أن البيانة تضمن تحديد مدة خدمة كبار المسؤولين في إشارة إلى خدمة رئيس الوزراء التي تريد جهة تحديدها بولايتين وترفضها أخرى وفي النقطة الثانية المتعلقة بتشكيل المحكمة الاتحادية والتركيز على أفرادها هناك رؤية مفقودة جامعة للأطراف لذلك يحاول الرئيس الطلباني أن تكون هذه الورقة هي الرؤية الجامعة من حيث قراءة مضمون الورقة الحقيقة أعتقد سوف يكون هناك رفض هذا الرفض بالتأكيد سوف لن ينجح هذه الورقة بأن تكون هي القاعدة للانطلاق لحل سياسي في البلاد أين الرفض؟ يعني مسألة تحديد الولاية تحديدا دولة القانون ترى أنه هذا يتقاطع مع الدستور تقول أنه الدستور صمت عن هذه المسألة وبالتالي تشريحها بقانون هو مخالف الدستور مسألة عضوية المحكمة الحقيقة تحتاج إلى اجتماع برلماني يصل إلى ثلثين عدد البرلمان للتصويت على أعضاها وأعتقد هذا يعتقد بأنه قد تكون سبب لعرقلة الاتفاق السياسي القادم وبينما يتذوق البعض المر في بيان الطلبان بأنه ورقة لتبرئة ساحته وإرضاء حلفائه فإن آخرين يعتبرون إخفاق هذه المحاولة الأمر الذي سيكتب الفشل لانعقاد الاجتماع الوطني ويضع العملية السياسية في عنق الزجاجة مجددا رف المهدي الحرة بغداد